خلينا نبدأ حضراتكم النهاردة والحمد لله النادي الاهلي اختتم استعداداته لمواجهة امبي في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي ما تنسوش دايماً حيبقى عندنا كأس مصر اللي فات وكأس مصر الحالي احنا هنلعب بكرة ضد امبي في قبل نهائي كأس مصر 21-22-22 القديم فالنهاردة الاهلي اختتم استعداداته لمباراة امبي اللي ان شاء الله هتقام بكرة في تمام الساعة التاسعة خلي بقى لحضراتكم المباراة كانت في تمام الساعة السابعة ولكن جاء بيان لشركة تذكرتي للإعلان عن الموعد الجديد لمباراة النادي الاهلي هي امام حضراتكم يعلن الاتحاد المصري عن تغيير موعد مباراة الاهلي وامبي في كأس مصر موسم 2022-2023 في دور النصف النهائي في التاسعة مساء وطبعا الحجز وكذا 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 ولكن المباراة سوف تقام في التاسعة بدلا من السابعة ان شاء الله مباراة مهمة لانها خطوة للنهائي خطوة للنهائي بطولة ان شاء الله الاهلي يستطيع ان يحصل على لقابه نادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة ويقدر يعمل ويكسب نادي امبي ويصل للمباراة النهائية طيب الناس هتسألني تقول لي يعني وانتم مهتمين قوي بالمباراة دي ليه المباراة دي سهلة والله العظيم ما سهلة مباراة من أصعب المباراة اللي بتلعبها دايما مباراة النهائي أو النصف النهائي ومباراة الكاس تحديدا بيبقى عندنا فيها مش احنا عندنا فيها العالم كله بيبقى فيه مشاكل بالنسبة لهذه المباراة ليه لانها مباراة بتحدث هي دي مباراة المفاجآت اسمها خارج التوقعات دائما مباراة مش هتكون سهلة نادي امبي عنده فريق جيد فريق مميز ونادي الاهلي دائما ما يحافظ أو بيدافع عن لقبه واذا كنت تتكلم عن البطولات والرقم القياسي اللي بيحققها فلازم نتكلم عن بطولات الاهلي اللي بيحققها خلال هذه الفترة الاهلي بيلعب بس علشان يفوز وده اسلوبنا وده طريقتنا وده اللي تعلمناه وده اللي حنفضل ماشيين به كل اللاعبين جاهزين للمشاركة مع عدل مصابين وبالتالي التشكيل حيكون حسب رؤية مستر مرسيل كولر كالعادة لإحنا بننتظر التشكيل بننتظر مين اللي حيلعب النهاردة مين اللي حيلعب باكليفت مين اللي حيلعب باكرايت كل مباراة من وجهة نظر مستر مرسيل كولر بالمناسبة أكيد هنشوف تغييرات كتيرة في التشكيل بسبب التدوير ده اللي تعودناه من مستر كولر خلال الفترة السابقة طيب ترجمة نانسي قنقر